مرحبا رح نحكي في هذا الدرس عن طرق الاتصال والتواصل لهدف نقل المعلومات والبيانات أو المشاركة لذا نحتاج لتوضيح مفاهيم الشبكات والإنترنت أولا الشبكة هي نظام مكون من حاسوبين أو أكثر مرتبطة معاً لأغراض تبادل الملفات والبيانات بالإضافة إلى القدرة على التشارك في الموارد والأجهزة مثل الطابعات والإنترنت وقد يتم توصيل حواسيب الشبكة معاً ضمن مساحة جغرافية محدودة فتسمى شبكة محلية LAN وقد تكون ضمن مساحة جغرافية متباعدة يمكن أن تمتد إلى عدة دول فتسمى شبكة واسعة WAN يطلق مصطلح الإنترنت على الشبكات المترابطة حيث اشتق اسم الإنترنت من Interconnected Networks أصبح العالم بسبب الإنترنت قرية صغيرة لقدرتها على وصل الأفراد والمجموعات ببعضهم البعض على مستوى العالم وأصبح استخدامها ضروري وأساسي في حياتنا اليومية ومن أبرز استخداماتها الوصول إلى المعلومات المتوفرة على شبكة العنكبوتية World Wide Web أو WWW حيث يطلق لفظ الشبكة العنكبوتية أو الويب على المستندات النصية والمحتوى الصوتي والمرئي المكون من الصور والأفلام والأصوات التي تستخدم النصوص المتشاعبة للتنقل بينها ولتصفح هذه المعلومات عبر الإنترنت لا بد من استخدام ما يعرف بمتصفحات الإنترنت مثل الإنترنت إكسبلورر المكالمات الصوتية عبر الإنترنت هي وسيلة لربط المحادثات الصوتية عبر الإنترنت أو عبر أي شبكة تستخدم إنترنت البريد الإلكتروني الإيميل هي طريقة لكتابة الرسائل وإرسالها واستقبالها باستخدام شبكة الإنترنت أو الشبكة المحلية ويعد البريد الإلكتروني من أفضل خدمات الإنترنت بسبب التكلفة والسرعة حيث يتم إرسال الرسائل بشكل فوري ويمكن للرسائل أن تحتوي على نصوص أو ملفات صوتية ووثائق مرفقة المراسل اللحظية والفورية توفر الرسائل الفورية إمكانية الاتصال المباشر مع الآخرين فهي تسمح لطرفين بالتحدث بشكل ثنائي خاص في نفس الوقت عبر الإنترنت ويجب أن يكون المرسل والمستقبل متواجدين على الشبكة ومن البرامج التي توفر خدمة الرسائل الفورية برنامج سكايب وبحيك منكن نوصلنا لنهاية هذا الفيديو تابعونا في الفيديو القادم تابعونا في الفيديو القادم